أزل أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزوران نت مازيق أي جذور الأمازيغية فالحلقة هذه وعلى خلاف الحلقات الثانية هنتكلم لكم على جذور الأمازيغية وليس على جذر بعيني هنتكلم في مصطلح جذر شن نقصده به لما نقوله جذور الأمازيغية لأنه يبدو أن الناس هلبة عندها فهم فطفاض أو فهم هلامي على هذا ما ينقصد بالجذر الأمازيغية وهذا يبني من خلال النقاشات اللي نشوف فيها أنا على الفيديوهات اللي ندر فيها سوف تنشر في صفحة أو صفحة أخرى ويتبين هذا من خلال زي ما قلت لكم النقاشات اللي تصير أن ربما من الأسلم أن ننذر حلقة عن هذا الموضوع وهذا صبعا لأسباب موضوعية أن اللغة المازيغية أهملت في التعميل للتعليم في سنوات طويلة جدا ما فيش استثناء في كل تماظر حقيقة أهمل التعليم ومما جعل من الكلمات مبهمة كذلك وعذا ما عرفت الناس ما هي الصوابق ما هي اللواحق في اللغة المازيغية ما هي التصاريف ما هي حرف التحريك ما هي الصفة ما هي اسم الآلة اسم المهنة الحرفة إلى آخره يعني هذا خال الموضوع شوية مبهم طيب الكلمة المجردة في اللغة الأمازيغية كيف نقولها؟ خلينا أعطيكم مثال بالعربية لأن العربية حقيقة نقرتوها في مدارس الأخيره وحسب ما تعرفوه من المدرسة أن اللغة العربية الفعل المجرد في العربية هو الفعل الماضي أو فعل في الزمن الماضي فنقوله مثلا شابا وصلا ذهبا ضربا تدخل في القمص مباشرة نجد هذه كجدر للكلمات وطبع العمر معاقل لك من هذا ولكن هذه هي الصغة الأسهل والأسلم في اللغة العربية في اللغة الأمازيغية لو جينا بالمقابل نجد أن صغة الأمر هي الصغة الأمازيغية هي الصغة المجردة كذلك كذلك عربية مش عربية قلنا الماضي أكل شاربا ذهبا إلى آخره هي ضربا في اللغة الأمازيغية صغة الأمر هي الصغة المجردة فمثلا نقوله بد، كر، عفك، نغل، جز إلى آخره من الأفعال وهذه تتألف أغلبها من فعل أحادي أو ثنائي أو إلى آخره وهنا في أبسط تمثيل نجد في اللغة الأمازيغية فعل الأمر هو الفعل اللي هو مجرد من جميع الأفعال ولهذا مثلا لما نقول مثلا بد، بدغ، بد، تبدد، أنبد، 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 تبدد، تبدد، أسنبدد إلى آخره على فكرة هنشوف المذكرات المتاعي مرة مرة باش من رحش من النقاش لأنها البناس قالوا لي مفروض تكتب الحاجة باش لما تتكلم تكون عندك جدول معيية تتكلم من خلالها طبعا نقدر أنفكك كل جذر في صغة الأمر من اللواحق والصوابق مثال على هذا ربما يعني يكون من الأجل نعطيكم مثال آخر يكون فيه جميع الصغات اللي هي تبتلط من صغة الأمر وتعطينا كلمات هلبة ومن خلالها نقدر نعرف شين هي الزوائد بحيث نعرف صغة الأمر شين هي لأن لما نقول لك صغة الأمر مثلا كرر لما تمشي أنت وأنت ما تعرفش اللغة الأمازيغية وتشعبات الآخره مثلا تلقى تنكرى الانتفاضة مثلا ما تتوقعش أن هي عندها علاقة بالفعل كرر بمعنى قم تنكرى وكرر ما تعرفش الفرق بالاسم ولا مثلا يقول لك واحد إلى اللقاء أرتفات تفات ما تعرفش أن هي نفسها كلمة آف وفيغت غاوسة وجدت لقيت إلى آخره فإلى اللقاء أرتفات إلى اللقاء أهني جي أهمية النحو أهمية معرفة القواعد النحوية ومعرفة الزوائد والنواقف والجذور والآخره في الأغرام الزغير بحيث بحيث لا نكترش عليكم سنتكلمه في الفعل التي نجبت لكم كميثال قمر بمعنى تصيد لو حطناها في أزمنا معينة شو نقوله؟ قمرغ يقمر تقمر نقمر إلى آخره هذه كلها الاشتقاقات تسفتيت لنفس الفعل بعدين نجد هذا الفعل إما مجرد وإما مزيد مثلا سيجمر يعني قم بالتصيد نجد كذلك اسم المهنة أنجمار تنجمارت إنجمارن الصياد والصيادين طبعا نجد كذلك اسم أجمار وهو الحصان المخصص للصيد وهنا هذه حنقوله لها بعض شوية تجمرت الصيد أي ما تم صيده نجد تجمارت وتنجمارت وتنجمارين المصيدة تسجمارت أي أداة الصيد الشبكة ونحوها في حالة السمك المندافع أو الشراك في حالة الطير والحيوانات البرية تجمراوت الفريسة أو الطريطة من الصيد الحشرات أجمروا الخشرم أو ذكر الناحل مثلا أجمرات جابي الضريبة تجمراوت الجباية وما يجبى من الضرائب والميري وغيرها تنجمارت تصيد أخطاء الغير وبعدين نلقو مجموعة من النبات ترجع لنفس الجذر نلقو كذلك الفعل السيجمار ونلقو اللي هو التصيد عندنا تسجمارت نادي الصيد وهو كلمة مولدة أو حديثة ونجد إيم سيجمار واتيم سيجمارت كل هذا من جذر ثلاثي واحد طبعا هنا الإنسان ما يلقاش كلمات مرتبة قدامها في مكان واحد فما يعرفش أن هذه كلها متصلة وهذا كله جاي يجي من خلال معرفتنا للجذر فلما نجيب لك مثلا تنجمارت مثلا تسنجمارت اللي هي الأداة الصيد تقدر تفككها وتنحي تا اللي هي أداة التأنيت والألف والسين اللي هي أداة اسم الآلة وبعدين التا النهائي كذلك في التأنيت تبقى عشاني أقمر أهمية تقدر تربطها وطعرف أنها من الفعل أقمر وتربطها بعملة الصيد وإلى آخره فمنه يعني أهميني بنقولك الجذر في الأمازيغية نقصد به الجذر الكلمة اللي متصل بالحروف هذه ياغ يام يار ونحينا منها الصوابق والله واحق وحيانا يكون في حالة نحت وحيانا يكون في كده فهذه كلها 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 صح في صيغة بسيطة جدا لإيجاد الفعل والجذر المتاعه من خلال استرجاع على الماضي ولكن كذلك فيه تعقيدات أخرى زي ما قلنا قبل شوية وعلى ذكر الصوابق واللواحق نقوله أنجمار بمعنى الصيادة هنا آن في السابقة هي أداة تدخل مثل آم كذلك بس تعطي اسم المهنة وكذلك آس وآز أدوات لإسم الآلة مثلا نقوله أمكراز أمغران أنبداد أنمهال وأنجمار هنين استنجوا حاجة مهمة أن اسم الحصان يعني بالكلام اللي قلناه قبل شوية أن أول شيء اسم الحصان أجمار جي من فعل الصيد بمعنى أن فعل الصيد مجاش قبل الحصان بمعنى أن هذا صفة من صفات الحصان وليس اسما له فانتبينوا أن مثلا أيس هذا استنتاج آخر غير الجذر أيس هو الاسم الحقيقي للحصان وأنجمار عفوا بالنسبة للحصان هي صفة من صفاته وهي صفة العدو وصفة الصيد وإلى آخرهم يستخدم للصيد طبعا فهميه نعرف أنه زي ما قلنا استنتجنا الجذور وإلى آخره واستنججنا حاجة أخرى أن الحصان عندها اسماء وأنواع تدرس بعدين في المراحل اللاحقة في الأمزيغية وهي أوراس، أخليج، أجمار، أسرتي وغيرها من الأسماء للحصان وهنا نحن لما نقوله أجمار نحن بيصدد شي اسمه مرادف فقط لإسم أصيل وهو أيس طبعا الجذر يعتريه الكثير من المشاكل لما تكون اللغة مش مدونة وبالاستقراء ومعرفة التنوعات الأمزيغية كلها وإلى آخره هو جلب كل الأمثلة هذه مع بعضها نقدروا نعرفوا الجذر في صيغتها الحقيقية المجردة ومن خلالها نعرفوا إيش التغييرات اللي تحصل في الأفعال اللي زيها واذا يحصل بالمقارنة وتستخدم فيها أدوات علمية كثيرة نعطيكم مثال آخر اختفى فيه الجذر وهذا نحب نعطيه علاش لأنه مفاجئ جدا يختفي الجذر أحيانا الصوابق الواحد مش قلنا نحوهم مرات ما تلقاش الجذر الصابقة فقط بقيت وأعطيكم مثال تعرفوه كلكم وهو كلمة آس بمعنى اليوم آس تبدو صادقة مش قلنا بكي لقوله آس نقمار نحو الألف والسيني نشوفه الجذر هنا آس الجذر امتاعها حرف الفا آس الجذر امتاعها حرف الفا با وين هالفا هنا؟ لو ما دلنات مقارنة بين التنوعات الأمازيغية لما وجدنا أن غدامس مثلا في ليبيا وتشلحيت في المغرب وتشلحيت في حالة واحدة بس يستخدموا فيها يقولوا آسف يقولوا الاشلوح يقولوا آسفان ولكن غدامس يقولوا آسف مطلقا بمعنى اليوم أو النهار هنين يستنجوا أن آس هي زائدة والفا هي الاسم متاع اليوم أحيني بس نعطيكم مثال أنه أحيانا بدون المقارنة بين التنوعات الأمازيغية الضيئ الكلمة بمجرد ضياع أو سقوط الحرف والسقوط هذا يحصل كثيرا يعني نقوله مثلا كلمة هلبة على فكرة نقوله احنا في نجابة نفسها إبي لو ما نعرفوش مثلا تنوعات المزيغ الأخرى مش هنعرفوا أن إبي هدي طاح منها حرف الكاف في نهايتها إبك أو سفل بمعنى استمع نقوله احنا سل الفهدي سقطت وهذا السقوط يحصل في اللغة كثيرا بلاسباب كثيرة جدا وهي ولكن ممكن اختصارها في قضية التسهيل في النطق وحنرجع لهذه قضية التسهيل بعد شوية إذن يقوم المهتمين في المجال المعجمي بتجميع أكبر قدر ممكن من الأفعال الواحدة من تنوعات مختلفة ثم يقوم بتجريدها من فعل واحد طبعا يقوم بتجريدها وضحها في مسارها الصحيح ومعرفة الأصل الجذرة وهذا مهم جدا وفيه طبعا قوميس متخصصة جدا ربما أبرزها ديكسيونير دي غاسين باعباغ لكمال أيد زراد معرفة الجذر كذلك معرفة جيدة بالتصاريف تتيح للمتخصص إمكانية اشتقاق ونحت كلمات جديدة يعني أهمية معرفة الجذر مش بس باش نرجع للقاموس ونلقوا الكلمة أو وهذا مهم طبعا وكذلك معرفة الكلمات الأخرى المقابلة والقريبة منها لحين نضعها كلها في حيز واحد كذلك فيه حاجة أخرى وهي لما نبنى نحت كلمات جديدة لازم نعرف الجذر في صيغته الأولى الصحيحة بحيث نبنى عليها وكذلك معرفة الصياق اللي أتى فيه الجذر معرفة مثلا تحولات المورفولوجية صارت في الحروف أشياء هلبة هلبة جدا يعني مش كل حد يقدر يطلع كلمات مولدةك ويخلق كلمات من عندها طبعا هذا طبعا درس قائم بذاته درس المولد والنحت والآخره في اللغة وهذا ربما خصص فيه درس لكن يعني خلي عودة بس على مش قولنا قبل شوية سقوط بعض الكلمات كذلك يصير مثلا حتى الاسترخاء في بعض الكلمات مثلا ما تكون كلمة مشددة مثلا نقوله في جبل نفسها أو مثلا الأمازيغ كلهم يقولوا أملال يقولوا أوراغ وإلى آخره من الألوان في جبل نفسها نقوله إحني أملال أوراغ أزطاف أزكزاو إلى آخره يكون فيه تجديد في وسط الكلمة والتجديد هذا نجده ناذرا في باقة تنوعات الأمازيغية هل هي في قاعدة لازم تعرفوها وهي أن الإنسان لا يذهب من الصغة البسيطة إلى الصغة الصعبة التجديد أصعب من التسهيل فالأصل هو التجديد في الغالب الأعم لو وجدنا تنوعين أمازيغيين وكل واحد يستخدم في الصغة الصغة الأصعب هي الأساس في الغالب الأعمة هذه قاعدة تاخدوها عن ظهر قلب الأصعب هو الأساس لأن الإنسان ما يمشيش من الأسهل إلى الأصعب بينما من الأصعب إلى الأسهل ونعطي أمتل على هذا نعطيكم مثال من النحو مثلا نقوله تمرتينو ولا تمرتيو هنالتنين صغتين سهلات بالنسبة للصيغة التانية اللي نجدها مثلا في غرب نفسها اللي هي تدر تمنو تمرتنو اللي هي النون مشددة والدليل الآخر على أن هذه هي الجذر هي الأساس وليس إينو ولا إيو نشوفه باقي صيغة الملكية نقوله النسنت النكمة وإلى آخره فشوفه هنا غير قضيت طبعا النسنت النكمة وإلى آخره هذا موضوع النقاش بروحة لكن غير بنقوله أن النون هذه والتجديد المتاعه هو الأساس وليس إينو اللي هي لأسباب كثيرة جدا مش وقتها الآن موضوع المرفولوجي الذي يتكلم تعليم في النحو والإدغام وإلى آخره أهني بسنا بنبين أن يحصل هذا النوع من التسهيل في اللغة إذن كون الغالبية العظم أن تقولها بالتسهيل لا يعني أن التجديد ليس هو الأصل والتجديد هذا في الوسط اللي ذكرناه في أم اللال أو الراغ والنو إلى آخره هو الأصل بحكم أنه هو أصعب من التسهيل أهني كذلك قلنا هنا يسقط الأشياء ولكن ممكن أن يكون كذلك بإضافة أشياء وهذا ربما يعني هنا مثال مش كويس لكن الإضافات تصير أحيانا بوضع حرف مش موجود في الأصل وهذا الوضع مثلا في كلمات مثلا أسد آويد آغد أكتر ناس يظن أن الدال هديك جزء من الكلمة ولكن الحقيقة هي ليس جزء من الكلمة خصوصا في شرق تمزغى في غرب تمزغى يعرفوا بحكم عندهم النون والدال وهذا موضوع حتى هو يعني يحتاج إلى موضوع بروحة أهني اليوم بنتكلم على الفعل بس مش هنتكلم عليه الاسم لأن الاسم تعقيدتها أكتر ويحتاج إلى بحث أكتر في موضوع تجريد الكلمة حتى نعرف الأصل المتاحة لو معناش إلا الاسم ضع من الفعل أو شو إذن القاعدة المهمة اللي لازم تعرفوها أن الإنسان يمشي من الصعب إلى السهل وليس العكس وهذا لا يعني بعض الناس ربما يتساؤل يقولوا بهي إذا كان نحن يسهلنا اللغة وهذا التطور حصل لألاف السنين علش ما ناخدوش السهل للأسف الشديد لو أخدنا السهل في اللغة المزيغية اليوم كل تنوع من التنوعات أخذ بطريقة اعتباطية وسهل بعض الكلمات يعني مثلا أمن أسهل من أمان والغالبي العظم يقولوا أمان بمعنى الماء أمن أسهل منها علش ما ناخدوش أمن من عماموها هي أهني مثلا تفويت أسهل من تفوكت وتفوشت علش ما ناخدوش تفويت مثلا أهني نعطيكم مثال باللغة العربية نقولوا في اللغة العربية مثلا رجل وهذه نجدها في القموص العربي إن هي كلمة عربية فصيحة لكن راجل ريال رجاء رجال واجل بالليبي الكلمات هذه كلها تنوع لو قلتها لأي إنسان تقول ريال حيقول لك إن هذه جاية من رجل بالعربية في الأمازيغية لو تقول أرياز ولا أرجاز مش هيفهموك الناس مش هيعرفوا إن هي من أرجاز هذا طبعا سببها زي ما قلنا قلة التعليم التعليم مهم جدا هذه أهمية التعليم إن كنت ترجع للكلمات بأصولها بعدين لو مثلا من خلال الإعلام ومن خلال الأفلام والميديا والكتب إلى آخره الناس استساغوا وسهلوا كلمة أرجاز وصبحت أرجاز ولا أرياز وصبحت هي العامة هنا لا ضير المهم لهم يعرفوا من جدت الكلمة والأصلة متاعها وهذه هي وظيفة التعليم زي ما قلنا يحصل الكثير الكثير في الكلمات ومن بيش نطور عليكم في الدرس هذا لكن اللي بنقوله في النهاية أن التغييرات اللي تحصل كذلك المرفولوجية في الأفعال هذه التغييرات تغييرات طارئة أو محلية مثلا نقولوا حين أننا في ليبيا في غدامس مثلا حرف الفا بدل البا بابا يقال فا ولا أفور ولا تفورت بدل من تفورت ولا مثلا كذلك أوجل عندهم هذه حرف الفا أحيانا نجدها عند القبائل مثلا في بعض المناطق نجده مثلا تبديل العين بدل الغاء نجدها هذه مثلا في غرب نفوسة ونجدها مثلا في تيزنيت في المغرب أظنني أو تافراوت النعس ولا نع بما نمتعنا بدل من الغاء تصبح عاء وفي بعض النواحي النحاس والآخري هل مثلا لأنهم سهلوها وصبحت عاء أو حان أخدوها هذه خصوصية محلية ليست إلا لاجب أن نعرف أن الغاء هي الأساس هذه قدني لحاجة ناقش فيها هلبة 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 فسخوتنا اللي ينطقوا في الذال والثاء يقول لك مثلا ثامورت يا أخي أغلب الأمازيغ يقولوا ثامورت ومش لأن أغلب الأمازيغ يقولوا ثامورت لا لأن الثاء كذلك أسهل نطقا من الثاء فالتسهيل هذا الدليل الواضح أن الثاء هي الأساس القاعدة بالرغم من سهولتها إلا أنها قاعدة ذاهبية وهذه تنطبق على جميع أغاية العالم على فكرة الإنسان يذهب من الصعب إلى السهل فكون التاء أصعب والكاف أصعب من الشين واليا أي أن الكاف هي الأساس ونقولوا مثلا أجليد أجليد وأغليد أجليد هي الأساس أنتهى الموضوع بتقول أنتها أغليدوا� الأجليد تكلمة ثامورت هالأساس بل حتى الناس اللي يقولوا ثامورت في المنطقة متاعهم نفسهم في الدوارة اللي بجنبهم يقولوا هامورت الان شو بناخده بناخده هامورت ولا ثامورت ولا تامورت هني لجب تحكيه من العلم لجب العودة الى الاصل في الكلمة شن هو الاصل هو التاع معناش في الامازيغية ثاء أبدا ليس لأنها موجودة في لغات أخرى ولا شيء لا لأنها مش موجودة أصلا يعني حسب استقرار اللغة كلها نجد ان الثاء نطق محلي ليس إلا وهذا ينطبق على الذال وينطبق على الفاء وينطبق على العازي ما قلنا والحاء والخالي تستبدأ في مناطق أخرى عليتي حال طولت عليكم ونستاذنكم وإن شاء الله في الحلقة الجاية حنتكلم باستفادة أكتر في موضوع الاسم والاشتقاق من الاسم والأصل متاع الاسم تنمير تنون وإلى حلقة أخرى إن شاء الله مع السلام